السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشتون عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من فيديو النهاردة زي ما وقتكم عن عيوب تصنيع السلكات اللاحن وانت حبيت تشتري سلكة او ان انت تصنعها عمولة يعني لازم تاخد بالك من العيوب اللي هقولها دلوقت دي لان انا مجرب الحاجات اللي انا هقولك عليها دي الحاجات اكتر حاجات دايقتني وهقولها لك بالترتيب قبل ما نقول العيوب فاكرين الفيديو اللي فات اللي مالنا مطارنة بين تربية الحمام اللاحم في سلكات وتربية الحمام اللاحم اه عد سايب كده انا قلت لحضرتك ان انا بفضل تربية الحمام اللاحم في سلكات كده على الاقل لما باجى بيا قص ببعهولك من السلكة بكون عارف القص ده شكله ايه وتاريخه ايه وعمل ايه لكن لو سايب مش هارف الحاجات دي لكن الاستاذ احمد بركات كتب لنا تعليق الاستاذ احمد بركات ربنا يبعثوا بالسلامة ان شاء الله ينزل لنا مصر ان شاء الله هو في كويت. اه لما ينزل مصر ان شاء الله نعمل فيديوهات مع بعض كويسة جدا. اه الاستاذ زحمة البركات قال ان هو له رأي تاني في الموضوع دي. الاستاذ زحمة البركات قال في التعليق بتاعه ان الحمام السائب مميزاتها انها بتخلي الحمامة صحتها قوية وشديدة ومنعتها قوية. افضل من السلكة. وكمان بتقدر تأكل وتسقي كمية كبيرة في ديئة واحدة. يعني انت اه طبعا هتستخدم سقاية واحدة زي كده وهترمي شوية اكل في الارض فهيكون طبعا اسهل بكتير عنده حق في الحكاية دي. قال كمان وفي النظافة هتنظف مكان واحد طبعا هتنظف الارضية كده وخلاص لكن في السلكة هيكون التنظيف اصعب بكتير. اما من عيوب التربية الجامعية زي ما قالي الاستاذ احمد بركات عيوب التربية الجامعية اللي هي زي كده لو فرد حمام تايب وما شفتوش طبعا هيعدي بقية الحمام لانه سايب ماشي في خص الحمام. لكن اه فرد الحمام ده طبعا لو اه مرض في لقدر الله في السلكة فرد تعب فهو محبوس فانت هتقدر على طول تعرفه وتسيطر على المرض بسرعة هتقدر تعطيها الاج فردي يعني. اه وكمان قال ان لو فيه دكر شارس في التربية السايب هيدخل على الحمام اللي رائد على الحصى زي كده يضربه ويكسر له البيض او يموت له ازا غليل اللي هي بتكون زغيرة زي كده ممكن لو دكر شارس هيعمل كده. وقال كمان عيوب التربية السايب ان هو التنافس على العيون يعني انت مربي مثلا في اي عيون كده الحمام الدكور بتتنفس عليها فممكن يتعاركم ويجرحوا بعض ويموتوا بعض كمان من الضرب علشان التنافس على الاماكن اللي يبيضوا فيها. قال كمان ان من عيوب الحمام اللي في السلكات ان الحمام بيكون اه منعته اضعف اه لانه محبوس فبالتالي طبعا الحركة بتعمل له رياضة اه في ناس بتسميها الحمام اللي هو في السلكات احيانا بيصاب بمرض بيسمى اه شلل الاكفاص. الحمام اللي متربي في اكفاص بتلاقي يعني صعب الحركة فمن الافضل ان انت اه تخرجه وتدخله تاني يلعب شوية وبعدين تدخله تاني فده بيحل الموضوع دي استاذ احمد. قال كمان الاستاذ احمد في ايوب تربية في السلكات ان انت مضطر تنظف اه درج درج كده فطب يكون المشكلة صعبة اه غير ان انت هتنظف في التربية السايب مكان واحد الارضية كلها لكن في السلكات هتضطر تنظف سلاكة سلاكة يكون موضوع اصعب شوية. قال كمان عيب ان العيب الكبير اهضار الكلفة اهضار الكلفة ازاي يعني الحمام ده بيأكل من الدرج كده. فيوقع منه بيقع منه الاكل من الفتحات دي بيقع دوه كده في الدرج. ففي الدرج زي ما انت شايف بالمنظر ده. فده بيهضر الكلفة. لكن انا هقول للاستاذ احمد ان انا تغلبت على الحكاية دي. الحمام السايب ده بسيبه اهو على طول كده باش يديله الدرج. ينزل يأكل الاكل اللي في الدرج بالشكل ده. والحمام اتعود على الحكاية دي. فانت لو جبت جوزين ربتهم على السايب بس بشرط ان يكون الاكل اللي واقع في مكان مضيف ما يكونش الحمام عامل اسهال عليه ولا اي حاجة من دي. الحمام هيأكله مفيش فيها مشكلة دي. شوفنا لها حل ان شاء الله. اه زكر كمان العيب الاخير. الحمام في السلكات محتاج منك وقت كبير ان انت اه بتغسل المسائي. لو انت بتغسل المسائي زي كده. لكن طبعا في اه مسائي اوتوماتيك سقاية واحدة بتكون جردل واحد فوق كده. وبنتوصل بالخراطين اللي انا لغيها دي. وهقول لك في الوقت في فيديو العيوب انا لغيتها ليه? اهو انا لغي الخراطين. اه فهو بياخد وقت طبعا اه في السلكة معنا. وانت بتأكل كل فرد لوحده كده. اه طبعا الاكل اللي بيفيد بنرجع نقشطه. فموضوع تهدير الكلفة ده استاذ احمد احنا خلاص شوفنا ليه حل ما بنهدرش ولا حبايا ان شاء الله. ندخل على موضوع فيديو النهاردة اللي هو عيوب تصنيع السلكات اللي هي في مصر اللي بنتكلم عنها دلوقتي عندنا هنا. يا رب الناس يشوفوني اللي هما بيصنعوا السلكات عشان يتلاشهم العيوب دي. بعض الايوب مش هتكلفوا حاجة غير ان هي الفكرة بس يعملها. وبعدها ممكن تكلفوا شوية. طبعا لو انت هتعمل سلكة برضو هتا هتستفاد من الحكاة دي. وبرضو الايوب دي هتعملها برضو في السلكة الخشب او السلكة الحديد. اول عبني ديقني شوف كده. ده الدرج البلاستيك. شايف الدرج البلاستيك حيش فين? اهو. شايف المنزر ده? ما فيش هو عامل الفتحة دي خمسة سنتي. والدرج نفسه هتلاقيها اربعة سنتي او خمسة سنتي. لو بصنا عليهم من الطرف كده. اهو. هتلاقي الفراء كده. هنا مع تقل الحمام منزل الحديد او السلك نازل فحيش هنا. تمام? اهو? بالمنزر ده. خلاص ده بيحوش حتى انت لو جيت شدت دي ممكن تكون رجل الحمامة مدلدلة من جوه. ده عيب كبير جدا. هتلاقي ممكن رجل الحمامة بص الدرج بيحوش من جوه ازاي? في رجل الحمامة لو الحمامة صوابها مدلدلة ممكن يعورها. الحمامة طبعا هربت وراحت وقفت على الطاجن. فانت اخذ بالك وانت بتشد الدرج ده. وهقول لك المفروض مسافة دي لو انت بتصنع الجماعة المصنعين. تخلي دي عشرة سنتي. بدل خمسة سنتي. ارجوك اعملها عشرة سنتي او على الاقل. على الاقل لتمانية سنتي. المسافة دي. المسافة دي قليلة جدا بالشكل ده. اه وطبعا الحمام لو وقع حبيتان كالفة تحت. وهو عمل الزرق كده زي ما انت شايف فيه فولة كده ولا حاجة. يمد من اره بسهولة ان هو يكلها فاحنا عايزين نبعد عن المشكلة دي اللي هي ممكن تسبب الامراض. ازايت كمان ان الدرج ممكن يتكسر وهقولك بيتكسر ليه? لما يجي يتشد الدرج خالص كده ويحوش في الحتة دي. اي حوش في الدبلة اللي هو رابط بها دي. يقوم كسر الدرج زي ما هوري لك درج دلوقتي مكسور بسبب فكادي. هنشوف هنا الدرج ده اللي في السلكة ده مكسور. اه شوف لما شدنا الدرج شوف هنا اتحاش فين. اتحاش في الحديد لا طبعا اه دي كمان السلكة فضية لما بيكون فيها الحمام بتكون اتقل من كده ده حباسة. العابة التاني في الدرج ذات نفسه. شوف الدرج ذات نفسه. الدرج ده من نوعية رديقة اخد بالك من الشكل الدرج ده. الدرج ده لو بصنا عليه كده هتلاقيه ده بس متنظف مبارح. شوف من يوم واحد زي ما قلت لك الحمام هيمد من اره. شوف الدرج معووج ازاي? اه دي خامة رديقة بتخلي الدرج يلف او زي ما احنا بنقول يقفع. فالتقفعة بتاعته دي بتخليه يطلع لفوق الحمام يقدر يطول اللي لو وقع في حباية يقولها بمنقاره من جوة كده. ده عيب برضو ده عيب الدرج. اه لكن الدرج ده من نوعية كويسة الدرج اللي هو سادة ده غويت من هنا ها. زي ما حضرتك شايف ده غويت. اه الخامة بتاعته مش بتلف خالص. الخامة بتاعته عادلة مستقيمة ما فيش فيها تمويجة اه زي الدرج اللي قبل كده. عندي دي وعندي دي. العيب الثالث اللي هو باب السلاكة باب السلاكة ضيق جدا يعني بقى شوف المسافة. انا مش عارف ان انا يعني ايه السلاكة دي ستين في ستين لو اكبر من كده ما تبقى اصعب كمان. لكن دي ستين في ستين ومش قادر ان انا جيب اخرها من جوه بايدي وانا بمدي ايدي كده بتحاش برا. انا بقى كتفي بيحوش هنا فمش قادر اجيبها. كمان على الارض. لو بسيط على السلاكة اللي على الارض كده اهو. دي على الارض اهو خالص اهو تحت. شوف ان انا عشان اوصل لها للنهاية بتاعتها صعب جدا مستحيل ان انا اللي بنعم على الارض عشان اوصل للسلاكة من جوه. فدي حاجة صعبة جدا. طيب حلها ايه? هتقول انت زي ما قلت لنا كده المفروض نعمل ايه? انا كنت اتمنى ان الباب ده كده يكون من فوق لي تحت بالشكل ده. الباب ده لو بفتح كده بمفصلة يفتح كله نقدر ندخل طاج كبير نقدر نقدر ننظف اه لا لو سلاكة كبيرة مستحيل ان انت هتعرف توصل لها من الداخل. از كان دي وما نش عارف اوصل لها من الداخل. اه لو هي الباب بتاعها كده زي اللي شفناها عند اخونا احسان في الكوات هتكون ممتزة جدا. العاب الرابع سلك الارضية جماعة. سلك الارضية لازم يكون قوي ويكون مسافات بينه ضيقة. يعني كده هو ده بالنسبة له وعمله قوي. لكن ده تلاتة ملة. يا رب يكون اربعة ملة او خمسة ملة مفيش مشكلة لانه مع انه رفيع بيدغط هنا لما يكون فيه اه حمام وفيه طاجن للبيض او طاجنان للبيض وفيه سقاية مسلا زي كده واكالة لو بيدغط هنا على المسافة دي فبيكون ضعيف لو قوي اه مش هينزل كده معنا. زائد كمان السلك معمول بالعرض كده فهيكون تنظيفه صعب جدا. لكن ده لو بالطول كده هتقدر تجيب اه فرشة وتعمله كده بالشكل ده هينضب زي ده. شف هنا ده بالطول كده قدامك. انا عايزه يكون زي ده. مش عايزه زي ده اللي بالعرض ده. ده حاجات تاخد بالك منها وانت بتعمل سلكها. العيب الخامس الاكالة دي. شوف الاكالة دي. باج افتحها كده مش عارف افتحها ليه هوريك ازاي الوقتي. دي مش عارف افتحها لازم ازقق ايدي كده عشان ازقق الجزء اللي جوه ده. الجزء ده شوف لف ازاي. شايف لافف هنا ازاي? فبيحش كده هنا. دي من اصعب حاجة قابلتني في الاكالة. فلازم كل مرة اجا افتحها. ادخل ايدي كده عشان عارف افتحها. لازم ازقق الجزء ده عشان عارف افتحها بايدي كده. الاكالة دي سهلة في الفتح. اهو. ده فرق برضو تاخد بالك منه وانت بتشتري السلكة. العيب السادس خراطيم المية البلاستيك دي. انا شلتها. شلتها ليه? لان لما باجي حط دوة اه وغالبا انت بتكون لك جدول وقائي فانت بتحط دوة باستمرار. فيكون صعب ان انت توصل لها في التنظيف او ايات نفسها فالموضوع صعب جدا انت بدك تغسل الجردل اللي فوق وتغسل الخراطيم وتغسل اه السقايات. اه شلتهم ودلوقتي باس ايه? في السقايات الفخار اللي هي العادية دي. اه زائد كمان ان خراطيم المية دي كانت بتصرب. طبعا معرفش ممكن يكون اه العيب في النوع الخراطيم اللي انا جبتها دي. اه لكن للامانة اه الخراطيم السودة دي السلكة دي كيتجاب الخرطوم لسود ده. الخرطوم لسود ده ما كانش بيسرق. ده الفرق يعني. العيب السابع عادة موجود تقوية للرجلين. اه السلاكة متشالة. على حتة سلك برضو عادية خالص. اه شبكة عادية زيها زي اه السلاكة. لكن اه ده انا بعتبره من العيوب مفروض يكون هنا تقوية. لان طبعا متشالة على السلك ده. فيضغط هنا. ده بينزل يضغط على اه درج التنظيف برضو. فالدرج ده بيكون صعب. لكن انا رفعها بخشب. لشان ابعدها شوية عن الارض. انا عارف ان الحاجات اللي انا قلتها دلوقت دي. العيوب دي. ممكن يكون بعضها مكلف. لكن في عيوب انها مش مكلفة خالص. زي مسلا ان انت توسع المسافة بتاعت الدرج دي. مش هتكلفك اي حاجة. يبقى في عيوب تصليحها غير مكلف باي حاجة. وفي عيوب تانية ممكن تكلفك شوية. اه كده اكون خلاص الموضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. واشترك في القناة لو لسه مشتركتش. وفعل زر الجرس علشان يوصلك لي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.